الدرس الثاني في هذا الفصل هو الكتل والجبهات الهوائية ماذا نقصد بالكتل الهوائية؟ كتل الهوائية هي كمية ضخمة من الهواء تتشكل فوق مناطق محددة من سطح الأرض إذن هذا هواء تجمع في منطقة معينة من سطح الأرض والكتل الهوائية تأخذ خصائص المناطق التي نشأت فيها فإذا تشكل هذا الهواء في منطقة استوائية فإن الكتل الهوائية تأخذ خصائص المنطقة الاستوائية فتصبح حارة ورطبة محملة بخار الماء وإذا تكونت الكتلة الهوائية هذه مثلا في منطقة باردة فإن الكتلة الهوائية أو كمية الهواء الضخمة هذه ستصبح أيضا باردة إذن هي تأخذ خصائص المنطقة التي تكونت فيها وهذه الكتلة الهوائية قد تلتقي مع بعض وبالتالي تشكل الجبهات الهوائية فإن دفعت مثلا كتلة الهوائية باردة اندفعت والتقت مع كتلة الهوائية حارة أو دافئة ما الذي سيحصل هنا؟ لأن الهواء البارد كثافته أعلى من الهواء الدافئ فبالتالي سيندفع إلى الأسفل ويدفع بهذه الكتلة الهوائية الدافئة إلى أعلى يرفعها إلى أعلى فإذا انتقل الهواء إلى طبقات أعلى ماذا سيحدث له؟ ستقل درجة حرارته وبالتالي يتكثف الماء وتتشكل الغيوم وغالبا تنزل الأمطار ونسمي هذه جبهة باردة لأن كتلة الهواء باردة اندفعت نحو كتلة الهواء دافئة لكن ماذا لو حصل العكس؟ لو اندفعت كتلة الهواء دافئة باتجاه كتلة الهواء باردة فما الذي سيحدث هنا؟ أيضا لأن كتلة الهواء الدافئة هذه أقل كثافة فإنها ستتجه إلى الأعلى وتدفع كتلة الهواء الباردة في هذا الاتجاه وأيضا لأن الهواء الدافئ هذا انتقل إلى درجات حرارة أقل وبالتالي ستتكثف أو سيتكثف بخار الماء الموجود به وستنزل الأمطار ونسمي هذه الجبهة جبهة دافئة في حالات أخرى لا يكون اندفاع للكتلة الهوائية بل تبقى في مكانها فيكون لدي كتلة هواء باردة ثابتة في مكانها وكتلة هواء دافئة في مكانها أيضا ثابتة بدون حركة في منطقة الالتقاء بين هاتين الكتلتين دائما الهواء البارد سينزل إلى أسفل والهواء الدافئ سيبقى في الأعلى وعلى طول هذه الجبهة لأن الهواء الدافئ انتقل إلى درجات حرارة أقل فستتشكل الغيوم وأيضا تنزل الأمطار ولأن هذه الجبهة لا تتحرك نسميها جبهة ثابتة وغالبا يكون هطول المطر هنا غزير جدا لأن الجبهة ثابتة لا تتحرك فبالتالي تتشكل الغيوم وتسقط الأمطار دائما ونضلن الكتل والجبهات الهوائية سندرس مراكز الضغط المرتفع ومنخفض مراكز الضغط المرتفع تكون المرتفعات الجوية والتي نرمز لها بالرمز H أو High ولأن الضغط في هذا المرتفع الجوي أو في مركز الضغط المرتفع مرتفع High فإن الرياح تنتقل من مركز الضغط المرتفع إلى المناطق المجاورة فتشكل تيار هوائي هابط ولأن هذا التيار هابط أي قادم من درجات حرارة أقل إلى درجات حرارة أعلى فإن الماء هنا لا يتكثف وبالتالي تكون هذه التيارات تيارات هوائية جافة لا تسبب أمطار وتدور هذه التيارات في اتجاه عقارب الساعة في المناطق الواقعة في شمال الكرة الأرضية أما في مراكز الضغط المنخفض أو Low فيحدث العكس لأن الضغط في هذه المنطقة منخفض فتتشكل تيارات هوائية صاعدة وهذا سيكون تيار هوائي صاعد ولأنه ينتقل من الأسفل إلى الأعلى فبالتالي تقل درجة حرارته ويتكثف الماء الذي فيه ويسبب حدوث أمطار وتدور هذه التيارات في عكس أقارب الساعة في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية آخر نقطة سنتكلم عنها في هذا الدرس هي الأحوال والجوية القاسية من هذه الأحوال الجوية القاسية العواصف الرعدية والعواصف الرعدية عادتها تتكون في الجبهات الباردة يعني عند التقاء كتلة هوائية باردة مع كتلة هوائية حارة تنشأ من غيوم المزن الركامية وإذا تذكرت فإننا قلنا أن غيوم المزن الركامية تتكون على ارتفاعات مختلفة منخفض ومتوسط ومرتفئ ويضمن أحوال الجو القاسية الأعاصير القمعية أو التورنيدو وهذه تنشأ من تيارات هوائية صاعدة والأعاصير القمعية التورنيدو قطرها لا يتجاوز المائتين متر أنها تعتبر صغيرة ولا تتحرك مسافة أكثر من عشرة كيلو مترات ومدتها لا تتجاوز خمسة عشر دقيقة ومع هذا فإن تأثيرها مدمر ومن الأحوال الجوية السيئة أيضا الأعاصير البحرية والذي يطلق عليها هوركين وهذه مع تشابهها مع الأعاصير القمعية لكنها تختلف فقطر الأعاصير البحرية قد يصل إلى ألف كيلو متر وقد تتحرك آلاف الكيلو مترات وقد تستمر مدتها إلى عدة أسابيع كما تلاحظ من اسمها فهي أعاصير بحرية تبدأ في البحر لكنها قد تنتقل إلى اليابس وإذا انتقلت إلى اليابس فإنها تضعف وتتوقف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر